على صعيد آخر فاز المنتخب الوطني المصري الأول لسيدات كرة اليد على نظيره المغربي بنتيجة 28-20 في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في بطولة إفريقيا رقم 25 اللي بتستضيفها العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 9 وحتى 19 من نوفمبر ده يعتبر هو الفوز الثاني لمصر بعد الفوز اللي حققه قبل كده على تونس في الجولة الماضية والنهاردة المنتخب المصري حيلاعب نظيره الغيني في ختام دور المجموعات كمان حصلت مريم عمر لعبة منتخب مصر على جائزة أفضل لعبة في البطولة في هذه المباراة أفواً وسجلت 8 أهداف في هذا اللقاء طبعاً شيء مميز جداً